عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي بحث خلاله تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألمونيوم والسيارات وقدم وزير قطاع الأعمال شرحاً تفصيلياً حول موقف تطوير المحالج التابعة لشركة مصر للتجارة وحليج الأقطان ومشروع إنتاج البوليستر حيث وجه مدبولي في هذا الصدد بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر مؤكداً لاستعدادها لدعم أي توسعات للمصنع المقام أو إقامة مصنع جديد بالشركة مع قطاع الخاصة